تفصيلة الاستقرار ده اللي خلنا كلنا فرحنا جدا بعد ما تابعنا اللقاء الأخير اللي جمع ما بين الأهلي وإيستن كامبري لأن احنا فعلا كلنا شاهدنا عودة الروح لكل العيبة النادي الأهلي وشفنا إدارة كابتن سامي أمصان المميزة جدا وشفنا الأداء الجيد وشفنا النتيجة الكبيرة واللي إلى حد كبير كانت غير متوقعة نتيجة عدم الاستقرار ونتيجة طبعا اللي كان خاصا قبل منها بأيام بسيطة جدا عايزين نقول كمان أن طبعا القمة أو الديربي أو الكلاسيكو أيا كان اسمه أيا كان المسمى دايما الماتش ده اللي من الصنف ده بيكون لقاء زو طابع خاص جدا يعني هتلاقي حضراتكم أن ديربي ميلان ومسلا بين انتر وميلان ينطبق عليه نفس الكلام ديربي مادريد بين الريال وأتلاتيكو الكلاسيكو بين برشلونة وريال مادريد ديربي منشاستر في انجلترا كل المباريات اللي بتندرج تحت نفس المسميات دي دايما بيكون لها طابع شديد الخصوصية بالذات عند المشجعين هي ما بتكونش ماتش هي عبارة عن بطولة في حد ذاتها ومتعة خاصة جدا وخالصة جدا ده اللي احنا نفسنا ان احنا نشوفه النهاردة ان شاء الله عايزين نشوف كورة حلوة وعايزين نستمتع بنتيجة حلوة ومرضية لكل جماهير النادي الأهلي عايزين نشوف الفرقتين فيقين لسبب بسيط جدا ان الأهلي والزمالك لما يكونوا اللعيبة في الفرقتين دول بصفة خاصة فيقين تقدروا حضراتكم تكونوا مطمئنين ان الكورة المصرية بالكامل هتكون فيقة طبعا الى جانب كل اللعيبة المميزة في كل الفرقة المختلفة لكن بطبيعة الحال الأهلي والزمالك هم رومانت الميزان إنجاز التعبير هم التلمومتري اللي بناء عليه نقدر نقول ان الكورة بخير ولا الكورة بعافية فنتمنى ان احنا نشوف ان الكورة بخير ان شاء الله بس انا بتفع معك وفي برضو نقطة لازم احنا كجماهير نبقى عارفينها للأهلي لان انا ما بقولش غياب موسيماني هيؤثر بشكل كبير لكن موسيماني كان معودنا يا كريم في المباريات الكبيرة ان هي بتكون لنا الأفضلية يعني سبحان الله في المباريات الخفيفة او الصخيرة كنا شوية ايه تشوفي اوكوسات اه لكن مع موسيماني في المباريات المهمة والكبيرة انت كان بيبقى ليك دايما الأفضلية وده بلغة الأرقام احنا مش بنتكلم من وجهات نظر فده يمكن شوية بيدي قلق شوية طب هل كابتن سامي القمصان هيقدم نفس الأمر ولا لا طب هل كابتن سامي القمصان حيلعب بنفس الطريقة ولا لا طب هل حيبقى برضو في الملعب فيه سيطرة فيه هجوم يعني اكيد اكيد كل ده حيبان طبعا خلال خلاص ساعات قليلة جدا لكن احنا برضو نتمنى نتمنى يكون فيه كرة حيلة في الأول في الآخر زي ما انت قلت وانا من الناس المتفقلة جدا يعني فيه ماتشات باجي اقولك يا كريم قالش متفقلة بس انا متفقلة جدا النهاردة خير بإذن الله يا رب ويمكن احنا بعثنا كده قلنا توقعات حضراتكو ايه برضو ممكن الناس عايزين تبعتولنا على الصفحة قلولنا مفيش مشكلة يبقى فيه تواصل برضو اكيد مهم اشتركوا في القناة